بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هناك مسألة من الصف الثاني الاعدادي في درس اللي هو تطبيقات على العداد الحقيقي المسألة بتقول استوانة دائرية قائمة ارتفاحها كام 6 سنتيمتر حجمها كام 2 على 3 حجم القراء طول نصف كترها كام 3 سنتيمتر أو قد طول نصف كتر قعدة من الاستوانة أوكي انت تعمل اول حاجة عندك استفاد من المعلومة اللي هو اعتها لك قال لك حجمها يعني حجم مين حجم الاسوانة حجم الاسوانة بيسوي كام ايوة لا لحظة واحدة لحظة واحدة قال لك بيسوي كام حجم الاسوانة اثنين على ثلاثة حجم القراء كلام جميل تعال اكده نجيب حجم القراء شو حجم القراء بيسوي انها رجالة حجم القراء اربعة على ثلاثة ايوة ممتاز اربعة على ثلاثة باي نق ايه تكعيب كلام رائع يسوي اربعة على ثلاثة ضرب دي معناها ضرب باي يطلع سبع وكام سبع وعشرين ممكن نختصر هنا رجال على الثلاثة في هالواحد على الثلاثة في هالكام فالتسعة اضرب اربعة في تسعة بكم ستة وتلاتين باي دي اللي هو مين رجال عفوا دي اللي هو مين حجم القرى ومنساش واحدة ايه مكعب يعني سنتيمتر ايه مكعب يبقى الوقت جدت حجم القرى كام حجم القرى كام ستة وتلاتين ايوه سنتيمتر ايه مكعب هو قال لي هنا معلومة ايه المعلومة ان حجم الاستوانة حجم الاستوانة بيسوي كام اتنين على ثلاثة حجم القرى وحنا جدنا حجم القرى كام ستة وتلاتين صح؟ يبقى ستة وتلاتين مين باي ستة وتلاتين مين باي شو حجم القرى بيساوي هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هنا البي دي يتوضيها مع البي. اوكي? اعطيك الارتفاع بكم? قال لك الارتفاع فوقه هو? اتفاعها ستة. صح كده? يبقى نق تربية. اوكي? مضروف في ستة. لو جاي نسي منها على الثلاثة في هالواحد. ستة وثلاثين على الثلاثة فكام? فهالاتناشر. اتناشر في اتنين بكام? اتنين اربعة وعشرين. يبقى انت عندك النق تربية او ستة نق تربية حتى ستة هنا قدام الضمس بيساوي اربعة وعشرين. صح كده? او. انت عاوز نق تربية لحلها. تعمليها يا باشا. تاسم على مين? على الستة هنا. وتاسم على الستة ايه? هنا. يبقى النق تربية بيساوي. ستة تروح مع الستة اربعة وعشرين على الستة فكام. طب النق تربيع بسوى اربعة. انت عاوز ننقل واحدة تعمل ايه? بآخذ ها? الجذر تربيعي. لان هنا في هنا قس كام? نين. يبقى النق بساوي جذر الاربعة. لان كما تاخد الجذر التربيعي هنا كده. الجذر التربيعي هنا كده. الجذر التربيعي يروح مع القس اثنين. لبقى لك بس النق. وجذر الاربعة كاما رجالة? اتنين. يبقى النق بساوي كام? اتنين سنتيمتر. اوكي? يبقى النق بساوي اتنين سنتيمتر. هذي مسألة للمسائل المهمة اللي بتيجي في الامتحانات. ازا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.